موسيقى القوات المشتركة ترصد بشكل يومي عمليات التصايد الخوثي في مدينة الحديدة وريفها انطلاق جولة جديدة من مفاوضات الأسرى والمتقلين في العاصمة الأردنية بين الحكومة والحوثيين محاولات حوثية لإخفاء جرائمها بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة لمراجعة تصنيفها كجماعة إرهابية موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل تجددت الاشتباكات في قطاع حيس لتشمل كافة محاور القطاع وسط خسائر مضاعفة في صفوف الميليشيات الإرهابية وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران عودت محاولتها التسلل صوب مدينة حيس من محورين جنوب وجنوب شرق المدينة بعد ساعتين من كسر محاولة تسلل من جهة شمال شرق المدينة باءت جميعها بالفشل مؤكدا أن القوات المشتركة تصدت ببسالة لهذه الميليشيات ولقنتها دروسا قاسية ضاعفت من خسائرها البشرية كما أكدت إخماد مصادر النيران التي حاولت تشكيل غطاء ناري للعناصر المتسللة وفي جبهة حيس أيضا لا تزال القوات المشتركة ترصد يوميا عمليات التصعيد الحوثي والتي تتمثل في السحدة التحصينات وحفر خنادق في إطار خروقاتها المستمرة لا تزال الأعمال الإجرامية والتصعيد الحوثي في جبهة حيس مستمرة كاميرا اليمن اليوم رصدت تحركات وأعمال حفريات جديدة تسعى العناصر الحوثية من خلالها لحفر مزيدا من الخنادق واستحداثا للمتارس القتالية بالقرب من مواقع القوات المشتركة استعدادا لتفجير الأوضاع عسكريا ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية تقوم المليشيات الحوثية باختراك الهدنة واستحداث الخنادق وتجديد المتارس كل يوم واختراك واضح للهدنة الأممية ولا يقيدنا إلا اتفاق ستوكولد فقط منتظرين الأوامر فقط لتحرير الوطن ومنتظرين الأوامر من الحكومة حتى لنجتاح ونحرر هذا الوطن من جميع مليشيات الحوثية وتقوم المليشيات كل يوم بحفر الخنادق واستهداف المدنيين المشهد هنا واضح ويظهر قيام عدد من العناصر الحوثية المدعومة من إيران أثناء حفرهم لخندق ترابي جديد ويظهر المشهد أيضا استحداث لمترس آخر داخل الأشجار نصب فيه سلاح رشاش وامتدت هذه التصعيدات لعدة اتجاهات في الجبهة ذاتها لتجعل المليشيات من هذه الأعمال منطلقا لشن عملياتها الإرهابية صوب الأحياء السكنية والمناطق المكتبضة بالمدنيين الاستحداثة تلقمت بها المليشيات الحوثية في حفر الخنادق وبناء المتارس من جهة الجنوب في مفرقة سقم ومن جهة الشمال في مفرقة الحدين ومن جهة الشرق في بناء المتارس أمام بيوت منازل المواطنين ومزارعهم أو بتصنيفهم كجماعة إرهابية زاد من معاناة المواطنين ولكن نحن لهم بالمرصاد باتت كل هذه التحركات والخرقات التي تسعى المليشيات لتنفيذها مرصودة بدقة وشهدت هذه الجبهة خلال الأيام القليلة الماضية تصعيدا حوثيا خطيرا من خلال تنفيذ محاولات تسلل وهجمات انتحارية بالتقدم صوب مواطع القوات المشتركة فضلا عن الاستهداف المتعمد للمنشآت الخدمية والأحياء السكنية لقناة اليمن اليوم حسام بكري الفديدة رصدت القوات المشتركة أربع طائرات استطلاع حوثية حلقت في سماء مناطق متفرقة من مديريات جنوب محافظة الحديدة مصر عملياتي في القوات المشتركة أفاد أن القوات رصدت أربع طائرات استطلاع اثنتان منها في سماء مديرية التحيط وأيضا اثنتان في سماء مديرية حيز في أوقات متفرقة من نهار السبت وأوضح المصر أن الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية في إطار تصعيدها التي تسعى من خلاله لنسف عملية السلام في الساحل الغربي أعلن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام عن اشتراكه مع مشروع مسام في تنفيذ عملية إثلاف كمية من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية وأوضح مدير البرنامج العميد الركن أمين العقيلي أن الفرق الهندسية أتلفت 1600 لغم لمضاة الدرو وأخرى فردية وعبوات ناسفة ومخلفات حرب من دخائر وقذائف غير منفجرة في باب المندب وأشهر إلى أن تلك الألغام كانت زرعتها الميليشيات الحوثية في مناطق سكانية وطرق عامة وأماكن رعي في المنطقة انطلقت جولة جديدة من مفاوضات الأسرى والمتقلين في العاصمة الأردنية عمان التي تأتي في ظل وعود حكومية بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى في ظل الضبابية بشأن مبدأ تبادل الكل مقابل الكل الذي يراه مراقبون أنه أحد أهم البنود في المفاوضات والذي قد يحقق أكبر قدر من النتائج جولة مفاوضات جديدة انطلقت في عمان بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بشأن ملف الأسرى والمعتقلين برعاية من الأمم المتحدة تأتي هذه الجولة استكمالا لما توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال الجولات السابقة من مفاوضات والإفراج عن أكثر من ألف يمني من الطرفين هذا ويصر وفد الحكومة اليمنية على توسيع عدد من من سيتم إطلاق صراحهم في أي جولة جديدة من المشاورات وأهمية أن تتضمن القائمة الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي وفي ظل هذه الوعود يبدو أن مبدأ تبادل الكل مقابل الكل هدف بعيد المنال في هذه الجولة واعتماد الطرفين على كشوفات معدة مسبقا الأمر الذي يراه مراقبون تنازلا من الطرف العكومي عن أهم شرط قد يحقق أكبر قدر من النتائج الإيجابية في المسار الإنساني ويرصد أن الجولة هذه تأتي ضمن مساعي الأمم المتحدة لاستمرار جهودية في إقرار خطة الإعلان المشترك التي تم تقديمها للطرفين منذ أشهر والتي اصطدمت بخطوات التصعيد العسكري في مناطق متعددة من الجبهات تأتي هذه الجولة في ظل ارتباك ميليشيات الحوثي بعد تصنيفها أمريكيا جماعة على قوائم الإرهاب إلى جوال داعش والقاعدة ويبدو أن هذه الجولة قد تعد في المقاييس السياسية معيارا للثقة والتعامل لما فيه خدمة النواحي الإنسانية بعيدا عن الصراعات وتصنيف الإرهاب لقيادة الحوثي وتعاملها هذا وكان وزير الشؤون الإنسانية والقانونية أحمد عرمان قد اتهم منظمات دولية بالتغاضي عن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في ظل اختلال لموازين الوساطة والعمل الجاد لتحقيق أكبر قدر من العدالة على المستوى الإنسانية والمزيد نضم إلينا عبر الهتف رئيس منظمة التمكين للحقوق الإنسانية بل حقوق الإنسان مراد الغاراتي أهلا ومرحبا بك مراد أهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك إذن لو تحدثنا هذه المرة عن تقديم الكشوفات يعني ما بين الحكومة وبين الحوثيين خصوصا أننا شاهدنا في التبادل السابق بأن الحوثي كانت له بل كان له النصيب الأكبر كيف ترى إلى هذه الكشوفات وكيف ترى أيضا إلى المفاوضات بشكل عام في حقيقة الأمر أن هذه المفاوضات هذه المرة هي تعد استكمال لما حدثت في اجتماعات عمان ثلاثة العام الماضي أو في بداية العام الماضي والتي لم تتكلل بالنجاح حينها لكن ما بعدها هذا الذي حدث في منتجرو في جنيب الذي نتج عنه لفرق عن 1056 شخص متبادل بين الحوثيين والشرعية في أكتوبر هذه المرة تغطي هذه الدولة حوالي 300 شخص من قبل الشرعية ستفرق عنهم للحوثيين و100 شخص سيفرق عنهم الحوثيين للشرعية هذا حتى بالمعلومات الأولية التي وصلت لغا منه الاجتماعات الآن اجتماعات سرية وغير معلمة في المرة الماضية بالطبع نحن نعرف أن هناك 10 أشخاص الذين أخرت الإفرق عنهم من مليشيات الحوثي ولم تعلن عن الأسباب أيضا كان هناك حوالي أكثر من 700 شخص الذين ذهبوا لصالح مليشيات الحوثي بينما 400 شخص الذين هم بصالح الحقوبة الشرعية على أي أساس أستاذ مراد تتم الأرقام هذه والإفراج عن هؤلاء الأسرع؟ هل بموجب كشفات يتم رفعها من قبل الطرفين أم ماذا؟ نعم هناك دعني أشير إلى مسألتين المسألة الأولى هي مسألة الكشفات واستكمال البيانات لكل شخص يتم تقديمه من قبل الأطراف للطرف الآخر هذه النقطة الأولى بشكل أساسي واللقطة الأخرى تتعلق بمسألة الضغوط التي تبارسها أو يبارسها الأطراف مثلا الحوثيين يضعون مقابل شخص مهم يضعون مقابله مثلا عشرين شخص من أسرهم لدى الحكومة الشرعية وتقبل الحكومة الشرعية بهذا نظرا للمنظور الإنساني والاعتبارها دولة مسؤولة عن كافة اليمنين وبالتالي تسل الأمور بهذا الشكل ربما هذه المرة يتم الإفراق عن هذا العدد بمقابل أو عدد كبير بمقابل الإفراق عن أحد الأربعاء المشمولين في القرار في 2016 وأيضا بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين السياسي إذن يبدو أن هذه رؤية الحكومة بوعودها بيطلق أكبر عدد من الأسرة شكرا جزيلا لك رئيس معظمة تمكين لحقوق الإنسان مراد الغاراتي وتواصل الميليشيات الحوثية الإرهابية انتهاكاتها بحق المختطفين والمخفين قصرا الذين يقبعون في سجونها تحت ظروف إنسانية قاسية ووسط مطالبات بسرعة الإفراج عنهم تصعد ميليشي الحوثي الإرهابية من انتهاكاتها بحق السجناء والمختطفين والمخفهين في مختلف سجونها ومعتقلاتها السرية وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي والذي أودى بحياة العشرات من المعتقلين دون معرفة أهاليهم ولا زال المختطفون يتعرضون لانتهاكات صارخة دون التفاتة الأممية إلى هذا الملف الإنساني الذي حولته الميليشيا إلى ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي مركز الخليج لحقوق الإنسان وفي تقرير حديث أكد تعرض المختطفين لانتهاكات قاسية وتعامل حوثي بشع في سجن صرف الواقع في مديرية بني حشيش وهو سجن يتكون من غرفة ضيقة لا تتجاوز مساحة الغرفة الواحدة عشرة أمتار وتحوي حماما بداخلها ومع ذلك تزج فيها بأكثر من عشرة سجنة في حين أنها لا تتسع لأكثر من أربعة سجنة كأكسى تقدير التقرير أشار إلى أن المختطفين في سجن صرف لا يتواصلون مع أهاليهم كثيرا وكونهم من محافظات بعيدة كمحافظتي ريمة والحديدة ولا تتمكن أسرهم من إدخال الغداء والدواء لهم فالميليشيا تمنع عنهم إدخال الملابس الشتوية مما جعلهم عرضة للبرد القارس كما أن الزيارات التي تقوم بها الأسر يحددها مزاج إدارة السجن وغالبا ما تكون شهرية أو كل ثلاثة أسابيع المركز دعا الميليشيا إلى الالتزام بالقواعد الدنيا التي حددتها الأمم المتحدة لمعاملة السجنة وخاصة فيما يتعلق بالزيارات والسماح لهم باستلام الملابس التي تقيهم برد الشتاء وتقديم الرعاية الصحية والقضاء على اقتضاظ الزنزانات ووجه دعوة بإطلاق صراح جميع السجناء في سجن صرف وبقية السجون الحوثية فورا دون قيد أو شرد وهو ما لم تأخذه ميليشيا الحوثي بعين الاعتبار منذ ست سنوات إذن أكدت مصادر دبلوماسية رفض ممثل الحكومة عقد لقاءات مع الميليشيا الحوثية لمناقشة ملفات سياسية على خلف تصنيفها كمنظمة إرهابية الأمر الذي دفع غريفتس إلى العودة إلى مربع إجراء بناء ثقة تمهيدا للسير مجددا في إقناع الأطراف بالإعلان المشترك بعد قرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية أثيرت الكثير من التساؤلات حول كيفية تعاطي الحكومة المعتربها دوليا مع العملية التفاوضية التي يديرها المبعوث الأممي مارتين غريفتس وفي أول ردة فعل حكومية أشارت مصادر دبلوماسية مطلعة إلى أن غريفتس واجه رفضا حكوميا للقاء الحوثيين لنقاش حل سياسي في المقابل لم تستبعد مصادر غربية أخرى أن يجتمع الطرفان حول ملفات تتعلق ببناء الثقة في ظل سعي مارتين غريفتس الحثيث منذ إبريل الماضي لإقناعهم بالتوقيع على الإعلان المشترك وبالاستناد إلى نجاحه السابق في جمع الأطراف على طاولة المفاوضات والتوقيع على اتفاق سويد ومن أجل ترميم الشرخ الحاصل في جهود مارتين غريفتس للملمة الأطراف اليمنية بعد التصنيف الأمريكي ناقش مع وزير الخارجية عبر اتصال هاتفي آخر تطورات في اليمن وأفاق المضي قدما في عملية السلام في المقابل أوضح الوزير أن القرار الأمريكي هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام وأن الأزمة الإنسانية في البلاد هي نتيجة تعنت الحثي وغياب الضغط الدولي عليهم مراقبون وبالنظر إلى تصريحات بمباركة الأخيرة يقولون إن حضور الحكومة القوي سياسيا لا يجب أن يستند فقط إلى القرار الأمريكي بل إلى انتصارات عسكرية على الأرض تجبر الميليشيا على الجنوح للسلم واطلاعها بمسؤولياتها أمام الشعب في الرقابة على مليارات الدولارات المخصصة للمساعدات وخطط الاستجابة الإنسانية وملامسة هموم المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وأما ما يخص التعامل مع المبعوث الأممي يشدد السياسيون على عدم الركون إلى وصفاته المعدى سلفا والتي زادت الملف اليمني تعقيدا وكانت سببا في إطالة أمد الحرب ومعاناة ملايين اليمنيين بدليل اتفاق السويد وإن كان لابد من إبداء المرونة مع إرادة المجتمع الدولي فينبغي أن تأخذ في الاعتبار إرادة السواد الأعظم من اليمنيين المتطلعين إلى الخلاص من ميليشيا الحوثي وإنهاء انقلابها على مؤسسات الدولة وضمان عدم ارتباطها بأجندات إيران التخريبية في اليمن فهل ستستفيد اليد الممتدة للسلام مع الميليشيا من أخطاء اتفاق السويد الكارثية أم أن التوقيع على الإعلان المشترك هو المهم وفق رؤية غريفث بعيدا عن حسن النوايا يطلق ناشطون وإعلاميون أيضا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يوميا الرابع العشرين والخامس العشرين من يناير الجاري لتعرف العالم بجرائم الميليشيا الحوثية وفي سياق التأكيد على استحقاق الجماعة التصنيف ضمن قوائم الأرهاب الدولي وأكد الناشطون على أهمية تفاعل اليمنين مع هذه الحملة خصوصا أنها تتزامن مع حشد الجماعة الحوثية لأتباعها الخروج بتظاهرات لتضليل الرأي العام وتتوسل من خلالها الإدارة الأمريكية للتراجع عن قرار تصنيف الجماعة وقياداتها على قوام الإرهاب الدولي ويؤكد سياسيون يمنيون أن هذا القرار الأمريكي على الرغم من مجيئه متأخرا فإنه سيكون ذا مردون إيجابي لإرغام الجماعة على الرضوخ للسلام فضلا على أنهم سيسهموا في تقليص تمويل أنشطة الجماعة الإرهابية عبر الشركات التي أنشأتها بغرض غسل الأموال وتهريب الأسلحة هذا وتحاول الميليشيا الحوثية إخفاء جرائمها بعد أن كانت تتباهى بها خلال السنوات الماضية لتفادي الأنعكاسات السلبية جراء قرار الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة قرار تصنيفها كجماعة إرهابية دابت ميليشيا الحوثية الإرهابية منذ نشأتها على ممارسات كل أشكال العنف والتطرف والتكفير والإرهاب الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني ولم تعد الممارسات الإرهابية التي تقوم بها هذه الميليشيا خافية على شعوب العالم حيث القتل والتدبير الممنهج وتفجير المنازل بشكل يومي وزراعة الألغام ونهب الممتلكات فضلا عن جرائم تجنيد الأطفال اختطاف الصحفيين والناشطين وتعذيبهم والتعضي على الخريات المدنية قصف المدنيين ومصادرة الممتلكات بالإضافة إلى ممارسة التهجير القصري وفي كل جريمة قصف داخلي وخارجي ترتكيبها الميليشيا تسارع عبر ناطقها يحيى سريع للإعلان والتباهي بالقصف والتنفيذ حتى وإن كان التنفيذ من إيران كما حدث في قصفها لشركات البترول في السعودية الأشهر الماضية لكنها هذه المرة نفت تنفيذ أي عملية هجوم باتجاه السعودية خلال 24 الساعة الماضية وهو الثاني تنصلا عن جريمة اعتداء على ارتكابها هنا أو هناك بعد جريمة استهداف في مطار عدن الدولي مراقبون أرجعوا تنص للجماعة محاولة منها لتضليل الرأي العام ومراجعة التصنيف الأمريكي لها كجماعة إرهابية واعتبر المراقبون الإنكار الحوثي تنفيذ عمليات عدائية ضد السعودية لأول مرة محاولة لتفادي الإنكاسات السلبية على خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة وفي ظل الحملة التضليلية التي يقوم بها ناشطون الميليشيا الحوثية وملظماتهم لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على إرهاب الحوثي بحق المدنيين ونظل لما سيصيب العالم من إرهاب في حال السمراء الميليشيا بتعبية المجتمع الذي تسيطر عليه وأدلجته بالمعتقدات الإرهابية الداخلية أطلق ناشطون ومنظمات وطنية حملة شعبية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر تحت واسم الحوثي منظمة إرهابية الأخبار مستمرة وفيها بعد الفاصل المصابون بكورونا يتجاوزون 99 مليونا ومصر يتبدأ بتلقيح الطواقم الطبية هذا هو محل استهداف الحوثى الذين استهدبوا المواطين وهو النائمين هذا هو الصاروخ المصابون بكورونا يتجاوزون أهلا بكم تواصل الميليشيا الحوثية تطيقها على اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتقوم بحجب عدد من التطبيقات وتقلل سرعة الانترنت بشكل لافت عقب تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الحوثي منظمة إرهابية ووضع ثلاثة من قاداته على لائحة الإرهابيين الدوليين وذلك بهدف حجب اليمنيين عن تدعيات هذا القرار لفرض العزلة عن المجتمع الدولي ومعرفة ما يحدث خارج اليمن تلجأ ميليشيا الحوثي كل مرة إلى التلاعب بخدمة الاتصالات والانترنت في البلاد فقد شهدت صنعاء والمناطق الخاضعة لسيدرة الجماعة تخفيضا لسرعة الانترنت في وقت استهتفت فيها الميليشيا خلال الست سنوات الماضية قضاع الاتصالات وتحويله إلى موارد رئيسية لتمويل حربها العبثية ضد المدنيين وعقب التصنيف الأمريكي للميليشيا الحوثية جماعة إرهابية ووضع ثلاثة من قادتها على لائحة الإرهابيين الدوليين أقدمت قيادات حوثية بارزة بالضغط على العاملين الموالين لها في شركة تليمن للاتصالات وهي المزودة الوحيد للخدمة في اليمن بتخفيض سرعة الانترنت إلى أقصى حد ممكن بهدف حرمان الكثير من شرائح المجتمع من خدمة الاتصالات والانترنت وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية والمصرفية التي تعتمد بدرجة أساسية على خدمات الاتصال في تسيير أعمالها الميليشيا بقرار إضعاف خدمات الانترنت والاتصالات تحاول إبعاد المجتمع اليمني عن صورة ما حدث ويحدث من تداعيات لقرار تصنيفها جماعة إرهابية ومسببات القرار من جرائم وانتهاكات حوثية يومية بحق المدنيين في مختلف المناطق التي تصيدر عليها بقوة السلاح الجماعة لم تكتفي بتقليل سرعة الانترنت وحسب بل تعمدت أيضا منذ مطلع الشهر يناير الجاري إلى حجب عدد من تطبيقات الاتصالات عاقب صدور القرار الأمريكية بتصنيفها منظمة إرهابية وحاولت عبر وسائل إعلامها التقليل من أهمية القرار على الرغم من حشدها العشرات من الوقفات الاحتجاجية المنتدة وإجبار المنظمات التي فرختها في مناطق سيطرتها على تبني بيانات إدانة ضمن مشروعها التضليلي ويرى مراقبون أهمية قيام الحكومة بدورها الدستوري لاستعادة الصيدرة على هذا القضاع الحيوي ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن وتحريره من قبضة الحوثيين خصوصا أن قضاع الاهتصالات في اليمن أحد أبرز مصادر تمويل ميليشيا الحوثي بعد تجارة المشتقات النفطية يقترب عدد المصابين بفيروس كورونا من عتبة 99 مليون ونصف المليون شخص في وقت يشهد العالم موجة جديدة من هذا الوباء هذه الموجة أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات فيما ظهرت سلالات جديدة من الفيروس في دول أخرى وذكرت آخر الأحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد-19 بلغ 99 مليون و395 ألف شخص فيما تجاوزت الوافايات مليونين و131 ألف شخص ووصل عدد من تم شفاء من المرض إلى 71 مليون و464 ألف شخص في مصر تبدأ وزارة الصحة والسكان المصرية حملة تطايمات للطواقم الطبية في مستشفيات العزل الخاصة بمرضى كورونا وذكرت الوزارة أن حملة التطايمات ستبدأ في مستشفيات أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية والعجوزة في الجيزة والنجيلة بمطروح وأضافت أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاحات على المواطنين وفي مقدمة ملفئات الأولى في التطايم وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل وإضافة الحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مشيرا إلى أن الحملة ستبدأ بلقاح سينوفارم الصيني وأن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري نوعا جديدا من هذه اللقاحات في بريطانيا أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن نسخة فيروس كورونا المتحورة قد تكون أكثر فتكا إلى جانب كونها معدية أكثر وجاءت تصريحاته بعد زياد الإصابات والحالات في البلاد والتي استدعت النقل إلى المستشفيات منذ رصد النسخة المتحورة للمرة الأولى في جنوب شرق أنجلترا في سبتمبر كما انتشر الفيروس المتحور في أكثر من ستين بلدا بينها الصين حيث ظهر الوباء قبل أكثر من عام وفقا لمنظمة الصحة العالمية وأدى الفيروس المتحور إلى ألف وأربعمائة حالة وفاة ليصل إجمال الوفاية جرى كورونا إلى ستة وتسعين ألف شخص تتابعون بعض الفاصل نازح حضر موت بين الهروب من جاحيم الحرب ومعاناة التشرد والحرمان هذا تراثنا من ما نفخر به في زمان القديم وفي زمان الحاضر واللي ما له ماضي ما له حاضر سهلا يعيش النازحون في وادي حضر موت ظروفا صعبة في مخيمات النزوح التي تفتقر لأبصد مقومات الحياة والتي تقيها من شمس الصيف وبرد الشتاء ما انتطأ قدمك هذه الأرض من وادي حضر موت حتى ينتابك الحزن والحصرة على ما تراه ماثلا أمام ناظريك من المشاهد والصور الإنسانية التي تحكي تفاصيلها مآس يومية يعيشها النازحون وجوه بائسة وصور حزينة كلما اقتربت منها أكثر أجبرتك ظروفها على التوقف والأساع من تقلبات الزمن ومعاناة السنين أم محمد امرأة كبيرة في السن لها من الأبناء الكثير أخذت من الحياة نصيبها ومن الحرب ويلاتها ومعاناتها التي قادتها إلى أن تتخذ من هذا المكان بوادي حضر موت مستقرا قسريا لها لتعيش بعدها هي وبقية أفراد أسرتها الكبيرة داخل خيمة صغيرة غير آمنة ولا تستوعبهم جميعا خاصة مع برودة شتاء القارس وحرارة الصيف الملتهبة المئة من النازحين هنا في وادي حضر موت يعيشون ظروفا صعبة في مخيمات النزوح جراء انعدام سبول العيش الكريم ولوازم الصحة والغذاء وفي ظل تغير أجواء المناخ فلا مساكن آمنة تأويهم سوى هذه العشش المكونة من الطرابيل المهترئة وعسف النخيل الواهية والتي تعرض حياتهم لجملة من الأمراض المتلازمة بالإضافة إلى معاناة حرمانهم من الغذاء والدواء نحن نشطي غذاء مواد غذائية نشطي دفاع من البرد نشطي بطاطين نشطي خيام نشطي كل حاجة نحن تأبانين بام أنا ولا نملك حاجة الله باللاجئين عندنا الأمة زادعهم الله خير ما هنسكنوا نحن عندهم وارك الله فيهم المنظمة نطالفة في بطانة حق برد في خيام في مواد غذائية من شغيرة إلى كبيرة مواد غذائية حنا جواء هنا مرمين هنا مرمين هذه الحياة القاسية التي تكابدها هذه الأسر النازحة تتيسد فيها كل صور المعاناة والحرمان التي جبلت عليها ألاف الأسر اليمنية التي فرت من جحيم الحرب التي طال أمدها لتصطدي بنيران الحرمان والنسيان من الحكومة والمنظمات الإنسانية حاليا عدد الأسر النازحة في مديرت ثلاثة ألف وثلاثة وعشرين أسر نازحة متفرقة في عدة أماكن بعضها في تجمعات سكنية والبعض منها في مخيمات والبعض في عشش الوبع مأساة بشكل كبير جدا سواء من ناحية الغذاء من ناحية الصحة من ناحية الأصحاح البيئي التعليم في كل المجالات بالذات هذه الأيام مع البرد الشديد وكل يوم زيد أشد وأصحاب الأمراض المزمنة حتى لبعض منهم توفى قبل أيام ولا يجد مبلغ مالي نساعده من أجل أن يأتي بالدواء الأساسي والرئيسي من أجل هذه المرض نوجه نداء للنظمات الممولة أو الدعمة في هذا الجانب وخاصة جانب الغذاء لأن الأخوة النازحين في مدينة السيون فعلا كثير ويحتاجون إلى تدخلات سريعة وخاصة في الجانب الغذائي وهو أرهم أما في الجانب ونحن اليوم في موسم الشتاء فهم محتاجين أيضا إلى الجانب أو التدخلات في الجانب المأوى معاناة لا تنتهي ونداءات لا تكاد تتوقف ولكن في وقت لا يسمع فيه النداء لترسم في الأخير ما شاهد حيات هؤلاء الأطفال في العراء حاضرا مؤلم ومستقبل مجهول لم تتضح معالمه رغم مضي ست سنوات من لضى الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوض الإرهابية على اليمن واليمنيين ليظل الأمل هناك مرسوما في الأفق البعيد وإن اقترب شيئا ما لكنه يبقى صعب المنال دليل يوسف اليمن اليوم حضر موت وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مسؤولة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين بوادي حضر موت نادية سيف الفخري نادية أهلا ومرحبا بك حياكم الله أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم أهلا ومرحبا بك نادية نتحدث اليوم عن أكثر من ثلاثة ألف نازح في وادي حضر موت كيف هي أوضاعهم وهل من استجابة من منظمات وأيضا من الحكومة إذن من تطيحة الأذف تلاثة ألف ثلاثة وثلاثة واثرين في تسلون مجرية واحدة لكن كوادي حضر موت يقتر حدد النازحين إلى خمسة ألف وأكثر طبعاAM في الاسكلة الأساسية والكبيرة وعند موجود إماكن مقصنة لمعرفين فالبعض منهم تكنت الميجراسيون حتى ما تقرضى للمخاطر السيول في 2023 ثلاث مرات السيول تقربوا الخيام وهم تركاتهم كلها وما تقرضت إلى 178 أسرة بدون مكان أن تكن ونعمل على إعادة وبشكل شخصي ومن فاعلين الخير من أجل أن يجيد لهم مكان يتمون فيه أما بالنسبة للتدخل التي تتم إكل لا تلبي ولذلك وقدت الصراع بين النازحين والنازحين والمنظمات المجتمع المدني أو الدولي هذا بسبب وجود بسمية كافية لهم ووجد كذلك حتى من النظمات العضرة بمثال لنظمات الأممية تستهدف أكثر قادر من المجتمع المضيف لأنه تأثار بسرعة مئة من دول طيب أستاذة نادية كانت هناك تم تشكيل لجنة للنازحين بوادي حضر موت يعني في 2019 ماذا قامت به هذه اللجنة وهل أنتم أيضا في هذه الإدارة تكون برفع تقارير ومطالبات للحكومة نحن طبعا في دولة حكومية ويتمرة على التقارير السهلية إلى المنظمات الدولية كذلك منظمات المجتمع المدني اللجنة صحيحة يكون في 2019 ومع ذلك منها لما نقول اجتماعات على طالب في أرض الواقع لا يوجد أي تدستورات حقيقية يعني الآن مثلا في التقارير وقد ذكرت أحد النازحين يا إبنهم الخير في بعض الناس فتحوا مزارعهم للنازحين يعملون مطادر أنهم يفهمون فيها نعم نعم شكرا جزيلا لك مسؤولة الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين بوادي حضرموت نادية الفخرية البنك المركزي وكاك بنك الخاضعين لسيطرات الميليشيات الحوتية وجمدا كافة أرصدت جميع العملات للمودعين لديها بالعملة الصعبة ومبادرة تحذر البنوك والمصارف التجارية في اليمن من التعامل مع الميليشيات الحوتية بعد تصنيفها كجماعة إرهابية ورئيس المصري يفتتح أكبر مشروع للاستزراع السماكي في الشرق الأوسط جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بالشأن المحلية حيث كشفت مصادر مصرفية أن ميليشي الحوت بدأت بإجراءات وتحركات مكثفة توجه المصاري في وسوق العملات إثر تصنيفها منظمة إرهابية وأضافت المصادر أن إدارة البنك المركزي وكاك بنك الخاضعين لسيطرتها أصدرت أوامر بتجميد كافة أرصدت العملاء المودعين لديها بالعملة الصعبة بعد تعميمين للبنكين بعدم بيع عملات صعبة والاكتفاء بالشراء فقط وكانت ميليشي الحوت قد جندت خلايا وشبكات الشراء وتهريب العملات الأجنبية من مناطق المحررة إلى مناطق سيدرتها بعد أن بدأت بنوك عالمية بفرض قيود على البنوك الخاضعة لسيدرة ميليشي الحوت إثر قرار تصنيفها منظمة إرهابية حذرت مبادرة استعادة الأموال من هوبة البنوك والمصارف التجارية في اليمن من التعامل مع ميليشي الحوت بعد أن أدرجت الولايات المتحدة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية في العالم وقالت المبادرة أن أي تعامل مع ما يسمى بالحارس القضاء من قبل البنوك الواقعة تحت سيدرة الميليشيات يعتبر تعاملا مع الإرهاب ويعرض تلك البنوك للمسائلة القانونية ومخاضر الإغلاق ومحاسبة أصحابها في المحاكمة الدولية على أن تتعامل مع جماعة إرهابية وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزارة الكهرباء والطاقة بعمل خطة مزمنة لمواجهة الصيف القادم وتوفير كامل الاحتياجات واقترح حلول عاجلة لمعالجة أوضاع الكهرباء في عدن والمحافظة المحررة وشددا على ضرورة متابعة استكمال أعمال الصيانة في المحطات واستغلال فصل الشتاء في الصيانة والتجيز كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ شبكة تسريف الطاقة لإدخال محاطة كهرباء عدن بقدرة 264 ميجاوات في الخدمة لتعزيز الطاقة التوليدية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروع الفيروز للسزراع الزراعي بشرق التفريع بمحافظة بورسعيد وقال المتحدث الرسمي للرئاسة الجمهورية إن المشروع يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ليضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة مضيفا أن المشروع يمثل قيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سينا إلى ذلك أعلن الرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تخطط حاليا لإقامة 30 مدينة جديدة بتكلفة 700 مليار جنيه لاستيعاب 30 مليون نسمة في إطار سعي الحكومة المصرية للقضاء على النمو العشوائي للمبانية ووضع رؤية مستقبلية لزيادة السكانية وأخيرا كشف خبر مالي عن سبب تراجع سعر العملة الرقمية الشهيرة بيتكوين بعد أن شهدت قيمتها النقضية ارتفاعا كبيرا في أسواق المال العالمية قبل أسابيع وقال مدير بورصة باينس إن الانقفاض في سعر العملة الرقمية يرجع إلى جني أرباح كبيرة من قبل كبال المستثمرين وانخفض تكثر العملات المشفرة رواجا في العالم ما يزيد عن 5% إلى أدنى مستوى تقريبا في ثلاثة أسابيع عند 28.800 دولار في أسيا قبل أن تستقر قرب 32 ألف دولار بعد أن كانت تجاوز السقف الأربعين ألف دولار قبل أسابيع في مأرب ترتب عن الحفر العشوائي لمياه الصرف الصحي بالمحافظة تبعات صحية وبئية تضرر منها السكان في المدينة كما أن تجاهل ذلك ينذر بكارثة صحية قد تطال المحافظة بشكل عام مع تزايد الكثافة السكانية بمحافظة مأرب منذ سنوات شهدت المحافظة المزيد من الحفريات العشوائية لمياه الصرف الصحي في ظل الضغط المتزايد من السكان على المدينة حفريات باتت تطفو بشكل مستمر وتشكل خطرا يزداد يوما بعد آخر في الأحياء والشوارع العامة مسببة انتشارا للعديد من الأوبئة والأمراض المختلفة كما أنها تسبب إزعاج متواصل بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها نطالب وزارة الصحة والمياه بإزالة هذا المجارع بالشوارع لأن هذا الشوارع شوارع تجارية كم المرة نشتكي لهم نرفع لهم شكاوي ونفذوا شوارعهم وإزالت بعض الأشياء لأنه تضرب الصحة لأنه يشوارع تجارية ونظر للناس شوعة ونحن نطالب من الشيخ سلطان عرادة أن يهتم في هذا الموضوع ونزل لجنة ليفشاح هذا المنظر مؤسسة المياه والصرف الصحي بمحافظة مأرب كانت قد دعت في لقاء تشاوريا قبل أسابيع يحذر من الكارثة البيئية نفسها التي قد تحصل داخل المدينة وباتت خارج سيطرتها وحذرت من تدارك الموقف قبل أن تحل الكارثة لا سيما مع الاستخدام المتواصل للمياه بأكثر من ضعف معدل زيادة السكان مأرب تواجه معضلة كبيرة مع الصرف الصحي هذه المدينة بنيت بشكل عشوائي وبالتالي قنوات الصرف الصحي معدومة داخل المحافظة كنا قد سمعنا تصريحات رسمية صادرة عن مؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في المحافظة والتي قالت بأن المحافظة على وشك الانهيار في القادم نتيجة عدم وجود قنوات تصريف داخل المحافظة هناك كثير من الأحياء في محافظة مأرب هبطت نتيجة عدم وجود صرف الصحي للمياه داخل هذه المحافظة وبالتالي هذه المدينة مهددة بالانهيار في وقت ربما لا تستطيع السلطات المحلية عمل حلول لهذا الانهيار خبراء ومهندسون يرون أن ظاهرة اتساع مشكلة الصرف الصحي قد تزداد سوءا وتنعكس على صحة المواطنين مع طبيعة التربة الرملية في المحافظة ما يسهل وصول مخلفات الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية كما أنها تشكل صعوبة الحركة في تلك المناطق وخطرا على سلامة العامة نتيجة ما تشهده من تزايد للمجاري وعدم توفر منظومة صرف صحي متكاملة تحد من هذه الظاهرة مشاكل صحية وبئية تتربص بالمواطن جراء تصريف العشوائي لمياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية لا سيما وأن المحافظة تكتظ بمئات الآلاف من السكان دون أي حلول تذكر عبد العالم نحلان لقناة اليمن اليوم محافظة مأرب وفيما تواصل الميليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق المدنيين رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان نحو ثلاثة آلاف حالة بحق المدنيين في عام 2020 موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة